التقى وزير السياحة والأثار نائف الفائز في مقر الوزارة الرئيس العام للرهبان لفرانسيس كان الهنغاري الأب بنيدكت ومعاونه وجرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجزين ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات بحث سبل التعاون في زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة من هنغاريا بقصد السياحة الدينية حيث أكد الفائز على أن الأردن هو أرض القداسة ومنه انطلقت المسيحية من موقع المختص الذي تعمد فيه السيد المسيح على يد يحن المعمدان مشيرا إلى أن الأردن يعد من أهم وأبرز وجهات السياحة الدينية في العالم وذلك لما يتمتع به من تنوع ديني وحضره وقيم التسامح والعيش المشترك ولافت وزير السياحة إلى أن مواقع الحج المسيحي في الأردن هي المختص وجبل نيبو وكنيسة ماريلياس وكنيسة سيدة الجبل وومكاور إضافة إلى المواقع الأثرية الأخرى كأم الرصاص وكهف السيد المسيح تعتبر مواقع هامة للحجاج المسيحيين ووجهة دينية وسياحية لهم في المنطقة من جهته قال الأب بنيدكت بأن هذه الزيارة هي الثانية إلى الأردن وقد زار من قبل العديد من مواقع الحج المسيحي بالمملكة وعاش خلال هذه الزيارات تجربة روحانية في أعلى مستوياتها وذكر بأنه سيقوم والوفد المرافق بإرسال توصياتهم لجميع شركائهم من منظمي رحلات الحج الذين هم على تواصل معهم لتكثيف البرامج السياحية إلى المملكة لافتا إلى أن الأردن دائما يوفر الأمن والأمان والطمأنين لزائريه اشتركوا في القناة